على أجساد اليمنين تمر الحرب النفاق الدولي وأسلحته هكذا كانت قراءة الجملة المتصدرة قمة اللوحة الجدارية المعنونة برقصة الموت الأخيرة والتي ستكون مرئية لمدة أسبوع في منطقة المارية بالعاصمة الفرنسية باريس ثلاثة أجساد نحيلة ومحطمة تطفو على خلفية حمراء في قلب باريس القتل والجوع والمرض ثلاثية تصدرت رسمة الفنان التشكيلي اليمني مراد سبيع باعثا فيها رسالة لبائعي الأسلحة الفرنسية للسعودية بدأ سبيع في رسم هذه اللوحة الفنية البالغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وأراد توظيف كل مهاراته لخلق وعي انتجاه الاعتقالات التعصفية قبل أن ينتقل بفرشاته إلى الأنقاض والحطام الذي حل بالصنعاء هذه الجدارية مستوحات من قصص حقيقية لمدنيين لا قوحت فهم في الحرب الدائرة في اليمن وأحاول نقل الشعور بأسلوب كيفية تأثير الحرب عليهم ومعاناتهم فيها فرنسا التي تعتبر إحدى أهم الدول المصدرة للأسلحة في العالم ارتفعت نسبة مبيعاتها إلى السعودية خلال العام الماضي إلى نحو خمسين في المئة وفقا لوكالة رويترز على الرغم من دعوة الحكومة الفرنسية المتكررة لإنهاء النزاع في البلاد وتدعو المنظمات غير الحكومية إلى تعليق مبيعات الأسلحة للرياض وأبو ضبي التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف منذ عام 2015 ما عرض البلاد لأسوأ أزمة إنسانية في العالم بما في ذلك المجاعة المؤثرة على حياة الملايين بمن فيهم الأطفال أثناء الافتتاح تم تثبيت لافتة بيضاء تسمح للمرة بالتوقيع على عريضة ضد بيع الأسلحة الفرنسية والتي جمعت بالفعل مئتين وخمسين ألف توقيع حتى الآن هكذا إذن تتجلى المأساة اليمنية على جدار عالم بارد يحكمه تجار السلاح وبهذه الالتقاطة يوثق المارون جراح بلد نازف يشهد رقصة الموت الأخيرة